بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من دروس كيميا 22 ماكم معلمتكم العنود الاعتباء ونرحب بأستاذ لغة الإشارة معاذ القرعاوي بإذن الله اليوم سيكون تكملة عن قوانين سرعة التفاعل الكيميائي نحن في الباب الثالث سرعة التفاعلات الكيميائية وصلنا إلى الدرس الثالث وهو قوانين سرعة التفاعلات الكيميائية تعلمنا في الحصة الماضية كتابة قوانين سرعة التفاعل الكيميائي وتعلمنا قانون سرعة التفاعل الكيميائي وإيضاً تعرفنا على ثابت سرعة التفاعل الكيميائي اليوم بإذن الله ستكون تكملة لهذه القوانين وستكون قوانين سرعة التفاعل من الرتبة الأولى وكذلك لرتب أخرى الفكرة الرئيسة في هذا الدرس قانون سرعة التفاعل عبارة عن علاقة رياضية يحدد فقط بالتجربة تربط بين سرعة التفاعل وتركيز المادة المتفاعلة ما هي الأهداف؟ كتبنا العلاقة بين سرعة التفاعل والتركيز اليوم بإذن الله تحديد رتبة التفاعل بمقارنة السرعات الابتدائية مراجعة المفردات المتفاعلات المواد التي يبدأ بها التفاعل الكيميائي واليوم سنكمل على نفس المفردتين قانون سرعة التفاعل وثابت سرعة التفاعل في الحصة القادمة ستكون رتبة التفاعل لنسترجع المعلومات معا كتابة قوانين سرعة التفاعل كان لدينا القانون معدل السرعة تساوي ناقص تغير في تركيز المواد المتفاعلة على التغير في الزمن التغير في الزمن عبارة عن الزمن النهائي ناقص الزمن الابتدائي أيضا نظرية التصادم تنص على أنه يجب أن تحت التصادمات بين الذرات والأيونات والجزئات لكي يتم التفاعل قانون سرعة التفاعل قلنا أنه يعبر عن العلاقة بين سرعة التفاعل الكيميائي وتركيز المواد المتفاعلة لنفرض أن لدينا هذا التفاعل وهو التفاعل مباشر حيث أن المادة A تعطيني المادة B وهو في خطوة واحدة إذن سيكون القانون عبارة عن R تساوي K في تركيز المادة المتفاعلة وهي A حيث أن K هو ثابت سرعة التفاعل الكيميائي إذن هذا هو التفاعل عبارة عن خطوة واحدة أيضا قلنا أن قانون سرعة يبين أن سرعة التفاعل تتناسب طرديا مع التركيز المولاري للمركب A أو المادة المتفاعلة A كذلك ثابت سرعة التفاعل K لا يتغير مع التركيز ولكن يتغير مع تغير درجة الحرارة أيضا تعني قيمة كبيرة لK أن المادة A يتفاعل بسرعة لتكوين المادة B فتعطيني قيمة كبيرة للثابت K قلنا كذلك أن هذه القوانين سنتعرف عليها في الحصة القادمة وهي هذا اليوم بإذن الله ستكون قوانين سرعة التفاعل عبارة عن قوانين من الرتبة الأولى وكذلك لرتب أخرى إذن سنبدأ الآن بقوانين سرعة التفاعل للرتبة الأولى طبعا القانون نسترجعه معا قلنا أن R تساوي K مضروبة في تركيز المادة المتفاعلة قوانين سرعة التفاعل من الرتبة الأولى يفهم من المعادلة الرياضية لسرعة التفاعل هذه هي المعادلة الرياضية R تساوي K في تركيز المادة المتفاعلة A أن التعبير تركيز المادة A يعني أن التركيز مرفوع إلى الأوس واحد حيث أنه لم يكتب إذن سيكون التركيز عبارة عن واحد والأوس له واحد خمن ماذا يعني الرقم العلوي واحد هنا يعني أنه الأوس للمادة المتفاعلة أو رتبة نسميه رتبة التفاعل فما هي رتبة التفاعل؟ هي الرقم العلوي الذي يمثل الأوس للمادة المتفاعلة فلو وجد هنا إثنان سنقول أن رتبته إثنان لو وجد ثلاث سنقول أن رتبته ثلاثة وهكذا لكن هنا لم يكتب فهذا دليل على أنه من الرتبة الأولى كيف نحدد رتبة التفاعل؟ هل عن طريق المعادلة؟ لا طبعا لابد وذكرنا هذا في الحصة الأولى من هذا الدرس لابد أن يكون تجريبيا إذن من خلال معرفة تأثير التغير في تركيز المادة المتفاعلة على سير سرعة التفاعل كيف سنعرف التغير؟ لابد أن تقام التجربة حتى نرى التغير بالعين إذن من خلال معرفة تأثير التغير في تركيز المادة المتفاعلة على سرعة التفاعل وهذا طبعا سيكون تجريبيا مثلا يعبر عن قانون سرعة التفاعل تحلل فوق أكسيد الهيدروجين H2O2 بالمعادلة الرياضية R تساوي كيف تركيز A حيث أن A هنا H2O2 أو فوق أكسيد الهيدروجين لاحظ أنني لم أكتب المعادلة لأن قانون سرعة التفاعل يحدد تجريبيا وليس من المعادلة فلو نظرت إلى المعادلة ستجد هنا المعاملات وهنا الأسس أيضا ستكون مرفوعة للأسس واحد إذن لا تأخذ من المعادلات إنما تأخذ من التجارب العملية في المختلف يصنف هذا التفاعل بأنه من الرتبة الأولى توقع ما السبب هذا هو التفاعل يصنف من الرتبة الأولى لاحظ أنه سرعة التفاعل قلنا أنه يتناسب طرديا مع تركيز المادة H2O2 مرفوعة إلى الأس واحد وهو هنا لم تكتب إذن أي أن التركيز H2O2 مرفوع للأس واحد لذلك هو من الرتبة الأولى إذن ستقول أن تحلل H2O2 أو فوق أكسيد الهيدروجين سيكون من الرتبة الأولى لنفرض تغير تركيز H2O2 هل ستتغير معه سرعة التفاعل؟ نعم بما أنني مثلا زدت التركيز ستزداد سرعة التفاعل إذن سرعة التفاعل ستتغير التغير نفسه في التركيز ونحن قلنا كذلك أن العلاقة بينهم طردية فلذلك سيتغير إذن خفض تركيز H2O2 إلى النصف إذا ارتفع قلنا ارتفع إذن خفض أيضا سينخفض إلى النصف أحسنتم إذن ستنخفض سرعة التفاعل أيضا بمقدار النصف فالعلاقة بينهم علاقة طردية تأمل هذه العبارة وخمن كيف يتم تحديد رتبة التفاعل ما هي العبارة؟ العبارة تقول يتم تحديد سرعة التفاعل من البيانات التجربية إذن كيف سنقوم بتحديد رتبة التفاعل؟ سوف نقول أن رتبة التفاعل تعتمد على سرعة التفاعل فإنه يترتب على أن رتبة التفاعل أيضا تحدد تجريبيا إذن ستحدد الرتبة تجريبيا بما أن السرعة أصلا ستحدد تجريبيا والتركيز سيكون أيضا التغير في التركيز سيكون تجريبيا إذن في المختبر بناء على ذلك هل يحدد الكي أو الثابت تجريبيا أيضا؟ نعم سيحدد تجريبيا أحسنتم لأن ثابت السرعة كذلك يصف سرعة التفاعل لذلك هو أيضا سيحدد تجريبيا إذن القانون ككل يحدد تجريبيا يبين الشكل التالي كيف تتغير سرعة التفاعل الإبتدائية لتحلل الـ H202 مع التغير في التركيز لاحظ هنا السرعة وهنا التركيز انظر عند التركيز أقل من 1 مولار لاحظ السرعة 0.2 أو 200 من ألف لاحظ عند السرعة 0.4 سيكون التركيز هنا أعلى من الواحد أما عند التركيز 2 سيكون السرعة 0.6 أو 600 من ألف هنا أيضا عند 0.8 ستكون التركيز فوق تقريبا 0.2 ونصف أو أعلى قليلا منه ركز الآن عند 3 مولار كم ستكون السرعة؟ إذن حدد السرعة الابتدائية عند التركيز 3 مول لكل لتر ستنزل للأسفل وستقول أحسنتم 0.9 تقريبا ستكون السرعة الابتدائية اختبار الرسم البياني طبق استعمل الرسم لتحديد سرعة التفاعل عندما يكون التركيز 1.5 مول أين سيكون 1.5؟ بين الواحد والاثنين يكون موقعه هنا إذن السرعة ستكون انزل إلى الأسفل بالأسهم ستجد أنها تقريبا 0.46 أو بالتقريب ستكون 5 ونصف تقريبا 0.5 أو النصف بالتقريب عندما يقرب الستة إلى الأربعة سيطيني 5 إذن أو تكتب بهذه الطريقة 0.46 في 10 أس سالب 5 أو ممكن أن نكتبها بوحدة أخرى عندما نقرب إذن هذا هو اختبار الرسم البياني سؤال ماذا قرأت؟ استنتج إذا كانت رتبة المادة المتفاعلة في تفاعل كيميائي من الرتبة الأولى فكيف تتغير سرعة التفاعل إذا تضاعف تركيز المادة المتفاعلة ثلاثة أضعاف ثلاثة أضعاف إذن بما أنها تضاعف ثلاثة أضعاف إذن السرعة كذلك ستتضاعف ثلاثة أضعاف ننتقل الآن إلى قوانين سرعة التفاعل لرتب أخرى لرتب أخرى هل تتوقع أن تكون جميع التفاعلات تكون من الرتبة الأولى؟ بالتأكيد لا هناك الكثير منها الكثير من التفاعلات خاصة عندما تكون أكثر من مادتين ثلاثة مواد ستكون ليست من الرتبة الأولى لأن التفاعل الأول كان يعطيني مباشرة بي ولكن لو كانت عندي أكثر من مادة إذن سنقول أنها ليست جميع العناصر ستكون من الرتبة الأولى بما أنها أكثر من مادتين كيف سيتم حساب الرتب؟ كيف سيتم حساب الرتب للتفاعل؟ وكيف سيكون التفاعل الكلي؟ ما هي رتبة التفاعل الكلي؟ إذن عن طريق ما يسمى بالرتبة الكلية للتفاعلات الكيميائية؟ رتبة كلية يعطيك مؤشر مباشرة أنها جمع إذن ما هي الرتبة الكلية للتفاعل الكلي؟ هي ناتج جمع رتب المواد المتفاعلة في التفاعل الكيميائي إذن ستجمع رتبة المادة الأولى زاعد رتبة المادة الثانية وإذا كانت ثلاثة زاعد رتبة المادة الثالثة ثم تعطيك الرتبة الكلية للتفاعل الكلي تفحص الشكل التالي للتفاعل الكيميائي وسجل ملاحظاتك انظر هنا مادتين A زائد ال B ولاحظ هنا معاملات تعطيني بعد كذا النواتج إذن تفاحص سجل الملاحظات سنسجل الملاحظات أولا مكوم من مادتين وتفاعلتين أيضا يوجد فيها A و B و small وهي المعاملات هي المعاملات إذن هذا هو التفاحص لهذا الشكل يكون الشكل العام لسرعة هذا التفاعل كما يلي إذن التفاعل سيرفع أو ترفع فيه المعاملات كأسس إذن R ستكون تساوي K مضروبة في تركيز المادة الأولى مرفوعة لأس والأس هو المعامل مضروبة في تركيز المادة الثانية مرفوعة لأسها وهي معاملها إذن سرعة التفاعل تساوي حاصل ضرب ثابت سرعة التفاعل في تركيز المواد المتفاعلة لكل منها مرفوع للأس أو الرتبة التي يتم تحديدها أيضا قلنا لابد أن تكون تحديدها تجريبيا إذا حدث تفاعل بين A و B في خطوة واحدة وأعطتني النواتج فلنفرض وتكون فقط معقد منشط واحد فقط هنا فرضا أنه تكون معقد منشط واحد فقط إذن ستكون M في القانون تساوي A وهو معامل المادة الأولى ستكون N هي B وهي معامل المادة الثانية إذن طبق هذا هو القانون سنرفعها سنرفع A إلى M والB هي للN حيث ستكون A هي M والN هي B لكن هذا غير محتمل لأن تفاعلات الخطوة الواحدة ليست شائعة كثيرا انظر لهذا التفاعل أول أكسيد النيتروجين مع الهيدروجين أعطاني النيتروجين الغاز وبخار الماء تأمل التفاعل بين أول أكسيد النيتروجين والهيدروجين هل تتوقع أن يكون هذا التفاعل في خطوة واحدة؟ هل سيعطيك مباشرة النيتروجين وبخار الماء؟ هل تتوقع ذلك؟ هذا التفاعل بالتأكيد ليس في خطوة واحدة ليس تفاعل مباشر حيحدث هذا التفاعل في أكثر من خطوة لذا القانون سيكون كالتالي R تساوي K أو الثابت مضربة في تركيز الهيدروجين مضربة في تركيز أول اكسيد النيتروجين لاحظ أول اكسيد النيتروجين مرفوعة للرتفة الثانية أو الأس الثانية أيضاً انظر ماذا يعني ذلك؟ على أي أساس حدد للهيدروجين الأس واحد هنا لم يكتب إذن هو واحد وللن أو أكسيد النيتروجين الأس اثنين هل سأخمن أنا؟ أم قلنا هناك أحسنتهم تجريبياً إذن عن طريق التجارب إذن قانون يحدد قانون السرعة من البيانات التجربية التي تشير إلى أن السرعة تعتمد على تركيز المواد المتفاعلة إذن ماذا يحدث للتركيز إذا أنا ضاعفت في كل مرة؟ إذا تضاعف أكسيد النيتروجين مرتين ماذا سيحدث للسرعة؟ ستتضاعف مرتين إذن هذا يعطيني مؤشر أن هنا ستكون إثنان أحسنتم السرعة تتضاعف أربع مرات إذا تضاعف الهيدروجين مرة واحدة فإن السرعة تتضاعف مرة واحدة عليه أساس قلنا أربع مرات عندما أرفعها إلى الأس إثنان سنقول أنها ستساوي أربعة إذا إذا تضاعف النيتروجين مرتين سيعطيني السرعة تتضاعف أربع مرات إذا تضاعف الهيدروجين أو تركيز الهيدروجين مرة واحدة فإن السرعة تتضاعف أيضا مرة واحدة انظر كذلك هذا هو القانون صف ثم أوجد رتبة التفاعل ماذا سنصف؟ سنصف ونقول أن الـ NO من الرتبة الثانية لاحظ هنا من الرتبة الثانية وأن الـ NO من الرتبة الأولى لأنه لم يكتب أوجد الرتبة سنطبق قلنا الرتبة الكلي للتفاعل هي مجموعة هي مجموعة رتب المواد المتفاعلة هذا هو التعريب هي ناتج جمع رتب المواد المتفاعلة أو مجموعة الأسس في التفاعل الكيميائي إذا سنقول هنا إثنان وهنا واحد إذا سنقول إثنان زائد الواحد التفاعل الكلي سيساوي ثلاثة إذن ستكون الرتبة الكلية للتفاعل هنا ستكون الإجابة من الرتبة الثالثة ماذا قرأت؟ إيش راح؟ كيف يمكنك تحديد الرتبة الكلية للتفاعل من معادلة السرعة؟ طبعا الرتبة الكلية هي مجموعة أسف مكونات المعادلة جميعها سنقوم الآن بالتطبيق أكتب معادلة قانون سرعة التفاعل A تساول B طبعا هنا معاملات S-mall وإذا كان التفاعل المادة A من الرتبة الثالثة وهنا حدد لك أنه من الرتبة الثالثة إذن R تساوي K في تركيز المادة A ارفعها فقط إلى الرقم ثلاثة لأنها أعطاك الجواب مباشرة فالسؤال هنا سهل جدا السؤال الذي يليه إذا علمت أن التفاعل أكسيد النيتروجين مع الأكسوجين أعطاني ثاني أكسيد النيتروجين الأكسوجين حدد له أنه من الرتبة الأولى والرتبة الكلي للتفاعل هي الرتبة الثالثة ما القانون العام لسرعة التفاعل؟ هل أعطاني الرتبة لأكسيد النيتروجين؟ لم يعطيني ولكن قال أن الرتبة الثالثة هي الرتبة الكلية إذن الرتبة الكلية قلنا أنها مجموع الرتب للمواد المتفاعلة إذن مباشرة سأقول أن الثلاثة وهي الرتبة الكلية للتفاعل ناقص واحد وهي الرتبة الأكسوجين سيعطيني الرتبة الخاصة بأكسيد النيتروجين إذن سأطبق وأقول كي تساوي تركيز الأكسوجين مرفوع للأس واحد مضروب في تركيز ثاني أكسيد النيتروجين إلى مرفوع للأس اثنين طبق واكتب معادلات قانون سرعة التفاعل التي تظهر بين التفاعل من الرتبة الأولى والتفاعل من الرتبة الثانية لمادة متفاعلة واحدة من الرتبة الواحدة إذن سيكون هنا الجواب مرفوع الأس واحد إذن R تساوي الكي في تركيز المادة A بالنسبة للثانية سترفعه إلى الأس اثنين حدد الرتبة الكلية للتفاعل لمادتين A وبي إذا علمت أن المعادلة تساوي R في ثابت التركيز وهو كي مضروبة في تركيز المادة الأولى مرفوع الأس اثنين تركيز المادة الثانية مرفوعية للأس اثنين إذن اثنين واثنين سيعطيني التفاعل من الرتبة الرابعة سأقول اثنين زاد اثنين يعطيني أربعة أيضا ننتقل إلى الفقرة الأخرى من الأسئلة أجب عن الأسئلة ذنان متعلقة بقانون سرعة التفاعل لدينا هذا القانون R تساوي الكي مضروبة في تركيز المادة A مرفوع للأس واحد في تركيز المادة B مرفوع للأس اثنين المطلوب ما رتبة التفاعل بالنسبة للمادة A لاحظ هنا مكتوب احسنتم واحد بالنسبة للمادة B أيضا سنقول اثنين رائع ما رتبة الرتبة الكلية وفقا للقانون سنجمع مباشرة نقول واحد زاد اثنين يساوي الثلاثة رائعي السؤال الذي يليه عندما يتضاعف تركيز المادة A ستتضاعف سرعة التفاعل ماذا يمكن أن يحدث إذا تضاعف تركيز المادة B أيضا سيتضاعف ولكن سيتضاعف لأربعة أضعاف حيث أن مربع العدد اثنين هو أربع يمكن التعبير عن سرعة التفاعل ما على نحو التالي الخمسة كي في تركيز المادة A مرفوع الاثنين إذن ما رتبة هذا التفاعل نقول أنها مرفوع الاثنين إذن الرتبة ستكون الرتبة الثانية إذن ماذا تعلمنا اليوم تعلمنا قوانين سرعة التفاعل من الرتبة الأولى كذلك من الرتب الأخرى وطبقنا عليها لديك نشاط منزلي فسر كيفية ارتباط الأسس في معادلة قانون سرعة التفاعل بالمعاملات في المعادلة الكيميائية التي تمثله إلى هنا طلابي نصل إلى نهاية الدرسنا لهذا اليوم شكرا لكم لحسن استماعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم